النموذجين اللي ضربهم هيلبرتشيلر ودول اللي يعني يعتبروا مثالين صدمين جدا هما دول اللي احنا يعني هنكلم عنهم دلوقتي المثال بتاع National Geographic او المجلة القومية للجغرافيا والنموذج بتاع وولد إزني طب انا دلوقتي الكلام عن وسائل الإعلام ممكن يتصدق لكن National Geographic دي مجلة جغرافيا جغرافيا يعني إعلقة الجغرافيا بالتضليل الإعلامي وده الغريب المجلة دي بدأت تصدر في أمريكا من 1888 وغاية ما وصلت سنة 1972 يعني احنا ما نقول الكتاب سنة 1974 سنة 1972 كانت بتبيع أكتر من سبع مليون نسخ سبع مليون نسخ من مجلة مفيش مكتبة مدرسية ولا جامعية في أمريكا إلا ما فيه National Geographic طيب ايه اللي ممكن مجلة زي كده تمارس تبليل ازاي؟ هو بيقول إيه؟ الأساطير الخامسة اللي احنا قلناها الأول الإعلام مابني عليها أنا عايز أتظهر بأن أنا بغفر سبل المعرفة للمجتمع جغرافيا تاريخ تقنية علوم كل حاجة بس أهم حاجة بحافظ على الأساطير الخامسة أستورتين أخر أستورتين كانوا مهمين جداً نحن مجتمع مفهوش صراع مجتمع مفهوش صراع واتنين فيه تتعدد أعلامي المجلة دي من وسائل الإعلام بس من وسائل الإعلام العلمي أنا دلوقتي عندك مجلات كتير منهم National Geographic ده حاجة هي متوفرة قدامك اتنين طيب أنا لو مساكت المجلة هو بيقول كده أنا دلوقتي عايز أقرأ عن أفريقيا العدد عن أفريقيا أول ما أقرأ عن أفريقيا دي مجلة قبل طبعاً ما بيقى فيه قناة وكده المجلة دي بتتكلم عن الطبيعة في أفريقيا عن الشجر عن الأدغال عن الحيوانات طيب أنا بعد ما أقرأ عن مجلة أطلع بايه يعني الدولة اللي أنا عمالك كانت نيجيريا أنهاره غباته بتاع طب هو البلد دي ما فاش هروب لا فاش مشاكل فاش الشاكل السياسية إيه علاقة أمريكا بتدخل السياسي في القرار النيجير ما عرفش طب أنجولا ما عرفش طب تانزانيا ما عرفش طيب الهند هو هيلبتشير بيقول إيه إن هي بتقدق إيه علاق طبيعي بدون مشاكل علاق طبيعي بدون مشاكل إخوانا ده عشان الناس بس تستوعب المثال ده يعني لو عايزين نقربه في الواقع المصري في فترة كده في السينما المصري فترة ستناته أظن بعد النكسة لو إحنا بنتفرج على الفيلم دلوقتي في الوقت اللي حالي الفيلم يبدأ وينتهي وإحنا مش عايزين ده سنة كام ولا ايه الواقع اللي كان النهش عايشه ولا أي حاجة عن الوضع السياسي ولا الوقاع ممكن يبدأُ بدأ كلا في شاءة حتى ما فيش أي حاجة حاجة عن الوقت يعني مين بغن بيحكم مصر في الوقت ده؟ فيش خلاص فدي واحد يقول لك ايه؟ والله دي دراما دراما للدراما لأ اها هاي دي 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 جغرافيا للجغرافيا يعني انا بقدم لك جغرافيا بس الدول دي طب الناس اللي عايشة فيها الثقافات اللي ناس عايشة فيها ثقافة الناس اللي عايشة في الدول اللي انت جبتها في ناشة في الجميع ما عرفش عشان كده احنا دايما في افريقيا فيه ناس كتير جدا واظنوا ممكن المشاهد يكون تعرض لده اي شاب مصري او طالبة في الجامعة بتكلم مع اي حد اي حد على الانترنت اما يقول له انت من مصر يقول له مصر طب انتو في عندكو جمال طب ايه؟ هو دايما حتى الافلام افلام هوليود لما ييجي مصر يبقى الاهرامات جبال ناس بادو كتير قوي فيه ناس كتبت كتب عنده سورة العرب والمسلمين في الشاشة الغربي طب هو ده مين اللي بيكرس لده؟ واحد يقول لك والله يهم ما يمكن معلوماتهم غلط لا يهمش معلوماتهم غلط هو معلوماتهم تم صناعتها بشكل غلط او بشكل متعام بمعنى ان انا وانا شغل وانا شغل وانا شغل جرافيك دي بعملها انا جزء من المستهدفة وده هيل بلتشربة بيقوله ان هم ده عن عمد ان لو سمحت لو سمحت لا تتطرق لأي صراع اجتماعي او اي واقع سياسي جوه جغرافيا دي جغرافيا بس جغرافيا بس ايه ما يقول لك والله خلاص دي امانة علمية لا امانة مشكلة في ايه؟ ان المجلة دي هي المفروض دورها دورها ان هي بتصنع الوعي من اول اطفال غاية الكبر انا طول عمري ما عرفش اعرف ان افريقيا فيها طبيعة او ادغال وابتاع لو انا امريكا اعلنت الحرب وان هي تنزل قوات في افريقيا والله انا ما عنديش مشاكل لكم ان تتخيلوا اني في استطلاع رأي هين يجي للإستطلاع رأي كوسيلة من وسائل التضليل اه بيسأل الامريكان العراق بعد الغزل الامريكي للعراق العراق العراق ثقاله قارة حلو ستين فى المئة من الشاكر كفى الاستطلاع يعني بيقول رأيه بيقولوا ان العراق فى افريقيا يعني بلد دولتهم احتلتها نزلت فيها اكتر من ربعمية الف جندي اه عملتهم كارسة اقتصادية اه فى الاقتصاد الامريكي داخلي يعني بدل مكان عنده مثلا فائد اه نصف تريليون اه دولار من ايام كلينتون بيقى عنده عجز حد جدا فى الميزانية مداين باااا كان عنده فائد ستمائة مليار دولار بيقى عنده عجز فى الميزانية واحد تريليون يعني ألف مليار دولار وهو ما يعرفش البلد في أنه قر هو أنت ممكن تاني أجبتلك الأثار زي مصر أجبتلك أبو الهول جبتلك الأهرامات طيب الناس مشاكلها إيه في مصر معرفش طيب إيه النظام السياسي معرفش إعلقة النظام السياسي في أمريكا بالنظام السياسي في مصر برضو معرفش خلاص أنا ممكن أشوفي النيل تمام الصحراء المحميات اللي في سيناء لكن الواقع اللي جوها البلد دي أنا مش هتعرضه وكأنه إيه؟ يعني إيه؟ بغض الطرف عن اللي المفروض تشوف لأنه هو بالنسبة للقارئ هو العنيه اللي بتخليك تشوف الواقع هو هيسم لك واقع تاني هو ده اللي قاله ده في كده؟ لا ده جزء من الواقع؟ آه بس هل ده كل الواقع؟ لا يعني هو ده نعم التازيه في الواقع خلاص؟ الأمثلة بتاعت النهار المجتمعات هنضرب مثال أو مثالين ترجمة نانسي قنقر